السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو اليوم شاء الله سنشارك معكم سينامون رولز هي واحد الوصفة اللي كتمشي بزاف مع الفصل ديال الشتاء والخريف وحنا فهد اجواء الخريفية فحبيت اني نشارك معكم هاد الوصفة الناجحة والعجين الناجح ديال سينامون رولز اللي نتمنى انكم تجربوها وانا اكيدا غدا تعجبكم انتولي ومدمين عليها وبرش ما نطوش لكم دوزوا طريقة تحضير نضيف العجينا 113 جرام ديال الزبدة ونضيف لها كاس ديال السكار نضيف العجينا ونضيف رج بيضات معلقة صغيرة ديال فاني ومعلقة كبيرة ونصف ديال الحليب نخلط مزيان هاد المكونات ومن بعد نضيف 4 كيسين ونصف ديال دقيق ونرجع نخلي العجينا تخدم لي العجينا وهذا تكون هو شكل ديالها نخليها تتخمر كتكون خفيفة شوية نضيف الحجم ديال الكمش ونفرغها من الهواء ناخد واحد الجبانة ونضيفها 4 معلقة كبارين ديال السكار بني و 5 معلقة كبارين ديال القرفة ونضيفها ونضيفها 113 جرام ديال الزبدة ونرش عليها الخليطة ديال القرفة مع السكار البني لانه يعطينا واحد لون كراميلي زي هو القرفة وكتجي غزالة بزاف نحاول اني نلف العاجي نحاول النفس ديالها بحل شنيك وغدا نخلي 3 حتى 4 سنتيم ونقطع لازم يكون عندي شوية الحجم ديالهم كبير كيف كتشوفوا معي في حل شنيك كنغلضوهم شوية ونضيرهم في اللاطة ونقربهم بعضياتهم لاني نبغاهم يخمروا ويلاسقوف بعضياتهم اللي يخمروا هذا هو الشكل ديال السينامون روز كيكونوا لاسقين في بعضياتهم كيجي وحدة العسقاء في قلبه وحدة فغدا نخليها تخمر لحتيت الضعف عندي الحجم ديالا كيش تشوفوا معي ما شاء الله ونفخوا وندخلهم الفراني سخنتهم مسبقان على 350 فرانهايت 180 درجة نخليها واحد سبعات دقائق ومن بعد نخرجها وغدا ندهنها بالحليب ما ندهنها بالحليب الحليب غاي يخليها تاخد واحد اللون زوين وسبقها شيشة من الفق ونرجع على الفران نحتكت طيب هذا هوشكل ديالها بعد ما طابت وما شاء الله كتجي رائعة كيف تشوفوا معي كتنفخ كتر وكتلسق في بعض ديالها وكيجي المنظر ديالها غدا نحضرو الطابين اللي غنديرو لهاد السينامور روز من الفوق غدا ناخد الخلاط الكهربائي وغدا ندير فيه ربعة المعالق كبارين ديال الجبن الكريمين السامت فيلادلفيا معالقة صغيرة ديال الفاني وغنضيف لها كاس كبير ديال السكر غلاسي وغدا نطحنهم مزيان ومن بعد غدا نصب هاد الخلاط فوق من السينامور روز ممكن تخليوهم انتم غير طبيعيين ولكن إلا ضفتوا عليهم هاد طابين كيجي ورائعين بزاف كتجي المدق ديال الغزال رشيتها بالبيكن هو النوع ديال القرقع ممكن ترشو بأي مكسارات عندكم وقدمتها به هاد الشكل هادا اللي كتشوفه معاي كيجي وراء كتجي فلافي العجينة ديالتهم كتجي مقطنة وغزالة بزاف العجين ناجح نتمنى انكم تجربوه قدمتوه مع الشاي لبتن بالمرمية كيعجبني كيجي زبين بزاف مع السينامور روز خاصة فهذه الأجواء كتكون خريفية فصل الخريف وفصل الشتاء كيجي غزال بزاف كيتماشى بزاف مع السينامور روز كنتمنى ان الوصفة ديالي ومتنال إعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوه العجين الناجح ميه في ميه وهذا هو العجين الأصلي ديال السينامور روز في لكانت هذي أول مرة كتزوروا قناة ما تنسوش تضغطو على زر السبسكرايب للاشتراك وتفعيل جرس باش يوصلكم كل جديد كنزل في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان بارتاجي في الفيديو القادم وكان هذا هو احسن تعليق من الفيديو السابق ما بقى لي الا شكركم على حسن المشاهدة وحسن المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله